موسيقى السلام عليكم دائما ما نسمع عن المقاومة الكهربائية المقاومة الكهربائية هي احدى خصائص المواد التي تنتقل عبرها الكهرباء يتم تعريف المقاومة الكهربائية على أنها قابلية المواد لمقاومة مرور التيار الكهربائي فيها وتنتج عن عملية إعاقة التيار الكهربائي من طرف المقاومة تخفض وتقليص قيمته الداخلة للموصل أو المستقبل الكهربائي عن قيمة التيار الكهربائي الخارجة منها تختلف قيمة المقاومة بحسب المعادن والفلزات المكونة للجسم المواصل أو المستقبل للكهربائي فمثلا مقاومة الخشب هي أكبر بكثير من مقاومة السلك النحاسي لذلك نستعمل النحاس للتوصيل لأن مقاومته ضعيفة جدا وحدة قياس المقاومة هي أوم نرمز لها بالحرف أوميغا لدينا مقاومة خمسة أوم سنكتبها على هذا الشكل خمسة أوميغا نرمز للمقاومة بالحرف R نكتب الحرف R يساوي خمسة أوميغا الرمز البياني للمقاومة في المخططات الهندسية الكهربائية هو هذا جهاز قياس المقاومة الكهربائية هو أومتر ونرمز له بالرمز التالي نقوم بتركيبه على التوازي في مداخل الموصل أو المستقبل الكهربائي الذي نريد قياس مقاومته الكهربائية بالنسبة لنا ككهربائيين سنستعمل جهاز الملتيميتر سنقوم بضبط جهاز القياس على عيار المقاومة الكهربائية ضع أقطاب جهاز القياس بهذه الطريقة ضع القطبين عند مداخل المقاومة الكهربائية أو الموصل أو المستقبل الكهربائي ستظهر لك قيمة خمسة إذن قيمة المقاومة الكهربائية هنا هي خمسة أوم نود تنبهكم أننا ننصحكم دائما بقياس المقاومة في حالة عدم تواجد التيار الكهربائي لسلامة جهاز القياس كما أنه يجب عليكم دائما قياس المقاومة الكهربائية عبر عزل الموصل أو المستقبل عن كل التركيبات الكهربائية أخرى للتوصل إلى القيمة الحقيقية للمقاومة الكهربائية شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم